من جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أهمية الزيارة التي يقوم بها جلالة العاهل المفدة للمملكة المتحدة ومحادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن وقال معالي في تصريح خاص بهذه المناسبة إن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات البحرينية البريطانية في ظل التطورات الدولية وتلك التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تحديدا كما أنها تأتي من أجل تهنئة الحكومة والشعب البريطاني الصديق بنجاح استضافة أولمبياد 2012 وتحقيق إنجازات لافتة في هذا السياق ووصف معالي زيارة بأنها مهمة وفي وقت يتطلب مزيدا من تطوير العلاقات البحرينية البريطانية خاصة والخليجية البريطانية بشكل عام كما شدد معالي وزير الخارجية في تصريحه على ضرورة استمرار المشاورات بين البحرين وبريطانيا في مختلف المجالات من خلال إنشاء فريق عمل مشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين